بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عقد مدير منفذ مطار بنيناء الدولي العميد صلاح الدرسي اجتماعا مع الأجهزة الأمنية داخل المطار لبحث آخر الأوضاع الأمنية هناك ووضع خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية حفاظا على سير العمل وتنقشنا في جميع المشاكل وجميع الخروقات اللي في المطار نظرا لأن المطار هذا يعتبر واجهة من وجهات ليبيا وأي شيء يسيء للمطار يسيء لليبيا حتى لغرض أن نعمل حتى شركات الناقلة الدولية تقوم بزيارتنا وتقوم بتأثير رحلاتها إلى مطار بنيناء حتى تخفف على معاناة المواطن في عملية السفر والزحمة داخل الصلاة الخطة الأمنية تستهدف تنظيم العمل الأمني داخل المطار وعدم تضارب الاختصاصات وبحث الحلول لمشاكل الأمن وطالب العميد الدرسي الشركات الناقلة الدولية التعاون والتسيير رحلات داخل المطار لتخفيف معاناة المواطن أثناء السفر وإن شاء الله يعطونا فرصة حتى مدة شهر حيشوفوا تغير كامل في مطار بنيناء بإذن الله بعزيمة الرجال اللي نحن مستدين عليهم وبعزيمة الأجهزة الأمنية اللي هم متجاوبين لأبعد حد وهم يحبوا يقدموا شيء لمطار بنيناء اجتماعات دورية تهدف للتأكيد على أمن مطار بنيناء الدولي لتسهيل خدمة المواطن داخل المطار وتشجيع شركة الطيران الدولية على تسير رحلتها عبره